اشتركوا في القناة بعد يعني دقيق من دلوقتي بإذن الله بداية كده عايزة اتكلم على نقطة مهمة جدا دايما الواحد ما بيتربى على فكرة العدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص فبيكبر على ده وبيشوف ان ده حق وبيشوف ان ده عدل وبيشوف ان ما يكسب بطولة في ظل تنافس شريف بيبقى البطولة لها طعم مختلف غير ما بتاخد بطولة بأشياء تنافسية غير شريفة وبالتالي هنا بارح ما طالبت احنا انا قلتلكم كزمالك كنا بنتمنى وجود جمهورنا العظيم والكبير جمهور الزمالك اللي بالملايين في مباراة الوداد يعني عشان تكون هي سابورت لينا وقوة لينا في الملعب لان الجمهور الودادي في المباراة الاولى كان الجمهور المغربي ممنوع من دخول الملاعب لمدة سنتين وده اللي خلى الزمالك والاهلي يكسبوا الوداد هناك ويكسبوا الرجاء هناك ويصلوا لنهائي افريقيا زي ما انتوا فاكرين فما حصلش نصيب ان الجهات الامنية وفقت على طلب نادي الزمالك واكتفوا بخمس تلاف متفرق واتغلبنا في الماتش اللي هنا وكان دي الهزيمة دي هي كانت نقطة التحول وخرجنا من البطولة في ظل عدم ايضا وجود تقنية الالفار يعني خلاص قابلنا دا لان دا بيمشي على الكل يعني زي ما ميشي علي ميشي على النادي الاهلي وميشي على البرامز وميشي على المصري انا خمس تلاف وغيري خمس تلاف وخلاص يعني ما قدرتش كحق يعني ما ديش اطالب بعدد اكبر لان مثلا النادي اللي معايا وبيمتلك نفس الشعبية في ماتشي ساندونز لم يسمح له الا بخمس تلاف فما جيت انا خرقت خلاص من البطولة والنادي الاهلي طلب عشرين الف او سمح ليه بدخول عشرين الف وسمح ليه بدخول عشرين الف سمح ليه بدخول عشرين الف عشان يكونوا سابورت للنادي الاهلي في مورات الرجاء تمام وكمان حاج عامل حسين اجل كل المتشاط في الاسبوع الاولاني والاسبوع التاني عشان يكون كل لعيبة مرتاحة سواء الاهلي او بيرامز او المصري البروسعيدي اللي بيمتلك شعبية جاريفة ايضا في محافظات القناة يعني وما بين الجماهير المصرية ايضا لانه له تاريخ كبير فقلت يا جماعة لابد ان يسمح لكل الفرق المصرية بدخول عشرين الف متفرك يعني نادي الاهلي يسمح له بعشرين الف والمصر يسمح له بعشرين الف وقلت بيرامز يسمح له بعشرين الف فابتدى السوشال ميديا يتريأه يقول لك يا عم ده بيفهمش حاجة ده ولا ايه هو بيرامز عنده جمهور يعني ازاي انت تقول كده يعني يعني فكر شوية خلي عندك عقل طبعا الناس اللي بتفكر بالمنطلق ده او بالمنطق ده بيترد عليهم على طول بالعقل والمنطق الحقيقي مش اللي هو نوع من الترياءة الغير مقنعة اما بتيجي بتطلب المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص فبتقول التلات فرق ليهم عشرين الف متفرك وزي ما انتوا عارفين يا اساتذة المفهومية ان التسكرتي شركة التسكرتي هذه الشركة المحترمة انت بتحجز من خلالها فانت النادي جمهور النادي اهلي عايز روح ماتش الاهلي فبيحجز تسكرته من خلال شركة تسكرتي وليها الشروط معينة وليها لازم يكون ليك فان اي دي تمام ونفس القصة بالنسبة لجمهور النادي المصري ونفس القصة بالنسبة لبيرامز طيب بيرامز ما عندهمش جمهور انا خالد الغندورة هو راجل زمالكاوي عايز اروح اتفرج على ماتشي بيرامز وامبي في دار الدفاع الجوي في ملعب الدفاع الجوي انا عايز اروح اتفرج على ماتشي حلو فرقتين حلوين عايز اتفرج واخر ماتشي ليهاب جلال عايز اتفرج ففي جمهور من الاهلي عايز يروح ماتشي بيرامز جمهور من الزمالك عايز يروح ماتشي بيرامز جمهور من الاسماعيلي عايز يروح ماتشي بيرامز جمهور بيحب الكورة عمتا عايز يروح ماتشي بيرامز فبيحجز عن طريق ايه؟ بيحجز عن طريق شركة تسكرتي فأنا بسمح للأندية كلها زي بعض فييجي في مطشو اللي مسموح له بـ 20 ألف فيتحجز أربع تلاف تلات تلاف وبيتقفل باب الحجز بالليل قبل المطش بـ 24 ساعة وبيروح يتم تأمين المباراة حضر تلات تلاف وهما مسموح لهم بـ 20 حضر للمصري 15 ألف وهما مسموح لهم بـ 20 حصل أن النادي الأهلي جاله 20 ألف وهما مسموح له بالـ 20 مش قصتي بقى هو ده لي جمهور ولا مليش جمهور ولا هيجي full capacity يعني هيجي الجمهور بالكامل دي مش قصتك ومش حكايتك انت لو دايما بتفكر بمبدأ تكافؤ الفرص اللي البعض ما بيفكرش فيها خالص نهائي فهتقول والله أنا هفتح المجال للتلات فرق والله جي البرامز 500 أنا مليش علاقة أنا سمحت لهم زي ما سمحت للأهلي زي ما سمحت للمصري أنا التلاتة دول عندي أندية مصرية والتلاتة دول بيمثلوا الأندية المصرية كما يقال والتلاتة دول أنا أجلت لهم عشان التلاتة ما يكونوش مرهقين فيه ماتشات الأفريقية وبالتالي رغم أن أنا قلت لكم بارح النفس الكيس ونفس المنطق في ماتش الأهل الزمالك والترجي ومطالبة المشهر المرطالة مصول تأجيل اللقاء تم اعتباره انسحاب رغم أن كان عندنا ماتش بعد أربعة أيام بعد أربعة أيام ورغم كده رفضوا تأجيل المباراة ولعبنا الماتش ودخل فينا جون ونجن جاب عدف التعادل ثم رجعنا للقاء وكسبنا تلاتة واحد بضرب الجزاء لمحمود عليق في نهاية اللقاء فاكرين تمام ده كان نفس المنطق يعني لكن المنطق بيتغير مفيش مشكلة يمكن عمر الجنيني غير أحمد بجاهد غير الأستاذ جمال علام كل واحد بمنطقه وخلاص وكل واحد بإدارته للاتحاد فاللي بيعترض على فكرة إن أنا بقول كخالد الغندور إن الفرق كلها المصرية سواسية وإن حتى لو بيرمز معدوش جمهور فكده كده بسمح له بعشرين ألف والله جي خمسمية دي مش قصتي جي خمس تلاف دي مش قصتي جي العشرين ألف دي مش قصتي هي عن طريق الحجز يا جماعة تذكرتي اللي بتحجز جي 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 للنادي المصري 18 مش هقوله لا لسه فضلك ألفين هاتهم ما بقولش كده خالص لكن مبدأ ومنطق التكافؤ الفرص بيسمح للجميع بنفس العدد ومش قصتي قد إيه هييجي أو مش قصتي ده عنده جمهور ولا معندوش جمهور ممكن أنا ماكنش من جمهور هذا الفريق ولكن عجبني المباراة عجبني اللقاء ما لقيتش تذكر في ماتشوات تاني عايز أروح أتفرج على ماتش في الإستاذ زهقت من الفرجة في التلفزيون ده من حقي كمتفرج ومشجع ومحب لكرة القدم فبالتالي ياريت الناس تفكر دايما بمبدأ تكافؤ الفرص لأن ساعات كتيرة قوي الموضوع ده اتلغى من أذهان الناس وده اللي ودانا لأسوأ تنافس موجود في كرة القدم كما قيل عن الدوري المصري طيب ده دي كانت قضية مهمة جدا عايز أتكلم فيها أو قصة مهمة جدا عايز أتكلم فيها وهي مبدأ تكافؤ الفرص نروح لقصة تانية ومش أتطرق لأمور أخرى ولكن عايز بس أعرفكم يعني إيه تحكيم يعني إيه تحكيم ويكون تحكيم عادل النادي يا جماعة اللي بيبحث فقط فقط عن مصلحته عندما يعتقد أن الحكم أخطأ في حقه أو في حق هذا النادي فيطالب دائما بالعدالة ومعرفش إيه والكلام الكبير دوت وعندما يخطئ الحكام في حق النادي اللي بي نفسه أو النادي اللي بيلعبه فما يجبش سيرة ولا يتكلم فتعرفوا دايما أن الغاية تبرر الوسيلة على طول على طول ده المنطق والمنطق ده ليس له علاقة بالعدالة أو بطلب العدالة خالص أي بني آدم عاقل يتمنى أن يكون التحكيم عادلا وأن يكون التنافس داخل الملعب في البوساط الأخضر ما بين اللاعبين وليس تنافس غير شريف من حكم تغادى عن ضرب الجزاء أو حكم احتسب تسلل أو حكم احتسب ضرب الجزاء من لاعب رمى نفسه في البسين أو كلام من هذا القبيل أو احتسب تسلل وهو متغطي بخمسة ستة لا الناس دايما بتدور عن العدالة فأقول لكم مثال بسيط لمعنى العدالة أو بمعنى التحكيم عندنا وبقول الكلام ده للكابتن عصام عفتاح يا كابتن عصام من خلال وجودي في ملعب كرة القدم ومخلال متابعتي كإعلامي لما يحدث أسمع وأعتقد أن لو في عضو في الجهاز الفني تم طرده بكارتة أحمر لابد أن يخرج خارج الملعب لابد أن يخرج خارج الملعب ولا يستأنف اللقاء إلا بخروج العضو المطروض من الملعب ده اللي أنا عرفه وإن في هناك مراقب للمباراة وهناك حكم رابع وهناك سماعات وهناك تقنيت فار وهناك كل حاجة فعندما يخرج الحكم الكارتة الأحمر لعضو في الجهاز الفني فلا يستكمل اللقاء إلا بخروج من حصل على كارتة أحمر لكن أول أو على طول أول ما تعرف أن الحكم بيطلع كارتة أحمر لعضو والكارتة الأحمر ده ما يطلعش بره الملعب ويفضل جوه الملعب فتعرف على طول إن الحكم الرعب رابع مقصر وإن المراقب المباراة جاي هرق وإن الحكم اللي مسك المباراة لا يفقع شيء في كرة القدم التلاتة دول والكل يتحمل المسئولية والأقوى بقى والأشد إما ييجي مراقب الموراة يكتب يقول لك أصل اللي خدت الكارت الأحمر ده معرفناش نطلعه بره أصل المفتاح ما كانش معانا أو الله تخيلوا يا جماعة المفتاح المفتاح ما يكونش يعني اللعيبة تحبست أما اللعيبة بعد الماتش ما بيخرج بيخرجه إزاي ولا هو راح يجيب مثلا اشتري حاجة من الكنتين ولا حاجة اللي هو مسك المفتاح في الملعب طبعا حاجات مضحكة وهؤلاء المراقبين لابد بجد والله بجد وقلت مرة واثنين وثلاثة للأسف المراقب اللي جايه راقب في بعض الأحيان بيغلب انتماؤه عليه وفي بعض الأحيان لا يعلم إن عمل المراقب ده كأنه قاضي وإن ضميره يحتم عليه إنه يكتب كل كبيرة وصغيرة وإنه يطبق القانون يطبق القانون وإن المراقب المراقب ده مش جايه يعمل علاقات ودية ومش جايه صاحب ده ويعمل علاقات مع ده المراقب جايه راقب المراقب اللي ما بيكتبش فيه في يعني جايه راقب المباراة وما يكتبش في تقريره هو جايه راقب ليه وجايه راقب نفسه فده المنطق اللي أنا عايز أقوله ما يكون هناك ضربات جزاء لي لي ضربات جزاء لم تحتسب أكيد هبقى متضايق وهنطفض وهزعل لأن الحكم لم يعطيني حقي لكن ما يكون علي ضرب الجزاء وفي الدقاءة الأخيرة وهتخسرني نقطتين فأطنش وما اتكلمش واسمع بعض المحللين يتكلموا على قرار صائب للحكم إما يجي أشرف من شرق ياخد طرد ليه أنه رفع الرجل وهو مش شايف بس الدخلة كانت صعبة ولقى نفس اللعبة بنفس المعايير واحدة فده ياخد إنذار وده ياخد طرد فلقى المحلل يقولك هنا قرار صائب وهنا قرار صح مليون في المية كان لازم ياخد طرد وهنا يكتفي بالإنذار فتوقت تقول تفكر الناس دي ليها توجهات أو معايير مختلفة على اللي احنا بنفهمها أو بنشوفها في كرة القدم هو مش المعايير واحدة للحكم معايير واحدة للمحلل معايير واحدة للمشاهد لكن دايما لو غلب الانتماء بتسقط الأقنعة وعشان تعرفوا لقناتنا دي زمالي القناة محترمة جدا جدا وتتعامل بضمير مهني بحت فما تيجوا تلاقوا ياسر عبد الرقوف وهو موجود عشان يحلل الأخطاء التحكيمية اللي موجودة في المباريات فنجد ان احنا هنا كابتن ياسر عبد الرقوف قد يكون البعض مقتنع جدا ان هناك ضرب الجزاء لنادي الزمالك ولكن على قناة نادي الزمالك كابتن ياسر عبد الرقوف بيقول لا امش ضرب الجزاء كلنا بما فيهم انا قناعاتي ان كورة اشرب بن شرقي كورة اشرب بن شرقي هي في نهاية افريقيا هي ضرب الجزاء على ايمن اشرف كابتن ياسر عبد الرقوف هنا في قناتنا طلع الهواء قالك مش ضرب الجزاء وهي فول على اشرب بن شرقي من البداية تمام تعرفوا على طول ان احنا بنتعامل بضمير مهني ما منفرضش حاجة على حد وبنخلي اللي قدامنا يقول اللي ما يملي عليه ضميره وقناعاته هو قد تكون قناعاته خطأ لكن لا نملي على احد شيء لكن لو لقيت حكم بيقعد يبلور الموضوع لصالح المكان او صالح النادي اللي هو بيشتغل فيه تعرفوا على طول ان الوضع مختلف وتعرفوا مين بيتعامل بمهنية ولا يتعامل بمهنية قولا واحدا اخيرا بقى كلمة اخيرة اي حد بيفهم يعني ايه كورة وبيفهم يعني ايه تحكيم وبيفهم يعني ايه تقنية فار يعلم جيدا ان قوانين الاتحاد الدولي تمنع تمنع سماع الاندية ما يقال في تقنية الفار وان الوحيد اللي مسموح بيه بسماع ما يقال في تقنية الفار هي لجنة الحكام او لجنة بالاتحاد الافريقي او لجنة بالاتحاد الدولي اذا شكت اذا كان هناك فيه شك فيه او اللجنة دي شكت ان فيه يعني كرسة او حاجة او مصيبة او بتاعه لان في النهاية ده اللي بيحصل اه انا شخصيا اقول لكم انتظر صراحة طالط نادي الزمالك ان يكون له رد فعل في ما يحدث من ضغط على الحكام اه خصوصا بعد اي خسارة اه او بعد اي مكسب غير قانوني من عندي بطولة بلعب فيها بنافس فيها فالفريق اللي قدامي لو كسب ماتش بعدم عدالة ده هيخسرني انا كمنافس ولو خسر ماتش بعدم عدالة هو هيعترض لكن مجلس الادارة رأى انه اه بيعمل في صمت وانه هو مش بتاع بيانات كتيرة ومش بتاع ارهاب للحكم المصري كلنا بنسعى لتطوير التحكيم المصري ولكن عايز اقول لكم كلمة واحدة فقط اتمنى من كل قلبي ان اي مجلس ادارة في اي نادي طالما لديه القدرة ان يهاجم الحكم المصري وان يكتب بيانات ضد الحكم المصري اتمنى ان يكون له القدرة ايضا والقوة ايضا ان يهاجم الاتحاد الافريقي ويكتب بيانات ضد لجنة الحكم بالاتحاد الافريقي وضد لجنة حكم بعينها لكن ان تكون البيانات فقط مكتوبة فقط على الدور المصري والحكام المصريين وانكبر دماغنا عن ما يحدث في افريقيا وزي ما انتوا شايفين اللي حصل في مطش مصر والسنغال اللي حصل في مطش الكاميرون والجزائر اللي بيحصل فيه من سيكازوي في مطش تونس ومالي اللي تحكيم اللي اصبح يعني شيء متعارف عليه في الكرة الافريقية لكن لا تجد اي بيانات رسمية تخرج ضد هؤلاء الحكام اللي في بعض الاحيان بيخسروا فرق لحساب فرق كمان وانا بقولها مرة واثنين وثلاثة وانا راجل نعيب كورة السنة اللي فاتت كان اداءنا سيء في دول المجموعات والسنة دي كان اداءنا سيء في دول المجموعات كزمالك لكن السنة اللي فاتت رغم اداءنا السيء لو كان في فار وتحكيم عادل كنا هنصعد كنا هنا على اقل ضرب الدين الجزائر في مطش مولدينة الجزائر بالإيد والإيد مفروضة كنا هنا بيترو قتلتكم مش هيجيب الجون التاني لان الجون التاني كانت تسلل ما كانش هيحصل كنا هنا ما كانش هيحسب هدف ضرب الجزائر للوداد لان لان الونش بيطلع كرة بدماغه بيطلع كرة بدماغه فما جاتش في دماغه جات في إيده فما بتتحسبش في قانون كرة القدم لا تحتسب لانه مش مجبر إيده أو هو عايز يلعب كرة بدماغه فقانون كرة القدم لا تحتسب ضرب الجزائر احتسبع الحكم جات لنا واحدة زيها والإيد كده وجات كده ما حسبهاش لو في فار كان لغى ضربة الجزاء ورغم كده كان أيضا الاتحاد الأفريقي بيقول من السنة اللي فاتت متسبي اللي رئيس الاتحاد الأفريقي قالك لو نجحت من دول المجموعات في تقنية الفار وجه السنة دي قالك لا مش هنحسب تقنية فار غير من الدور قبل النهائي وفجأة بعد نهاية دول المجموعات وافقوا على أن تكون تقنية الفار في دور التمانية كما عملتاش ليه بيشف دور المجموعات يفرق ايه عن دور المجموعات عن دور التمانية لكن للأسف هذا ما يحدث نرفض تماما إرهاب الحكم المصري من حقنا أن نعترض على ضرب الجزاء نحل ضرب الجزاء نتكلم لكن كفرة البيانات والضغوط اللي بتكون موجودة على الحكم المصري واختيارات لجنة الحكام أيضا من حكام عليهم ضغوط يعني أنا قولا وحدا وأقسم بالله ماتش فارقه ده أنا كنت حاطت إيدي على قلبي لأن كابتنا صمع فتاح اختار محمد عادل اللي هو حكم سمي حكم الاحتواء فهو نازل الآن راجل الآن من حكم يعني الراجل الآن آه لو عملت حاجة للزبالك هيقوله على بحتويه لو معرفش ايه هيقوله علي بحتويه وميده سلامة اللي المفروض كان يتوقف بعد منزل صورة خطأ لأوباما في هدف سموحة لما اتغلبنا التين صف واحتسب احتسب بالهدف سليم ثم نزل صورة تانية وعادوا خمس ست سبع دقايق نزل صورة تانية لأ إن كرة اوفصايد وفي الخلايا يتم الغاق فيديله برضو لماتش الزمالك على الفار برضو عشان يحط على نفسه ضغوط آه ميده سلامة ده أنا لسه من ماتش السموحة خسرت الزمالك ونزلت سبتين غلط طب بقول لك يا أميده هخليك تحكم ماتش الزمالك برضو عشان يكون الآن وقاعد الآن وقاعد مع ليه ضغوط كده فبرضو لا أفهم هدي الاختيارات اللي بيتم اختيارها من قبل لجنة الحكام المصرية ودي طلبات مشروعة ما بنقولش نسمع الفار ولو إحنا كزمالك طالبنا بسماع الفار أكيد هنسمع الفار لو لينا أو علينا خصوصا ما تكون الديه 84 وعليا ضرب الجزاء هتخسرني نقطتين يا طرى الفار ساعتها قال إيه نطلع لفاصل ونستقبل بعديها هنروح لأخبارنا بعد الفاصل ونستقبل بعديها عمر الدردير الناقد الرياضي الكبير يلا بينا ورجعنا لكم مرة أخرى طيب نروح لأخبارنا سريعا عشان نستقبل بعديها الناقد الرياضي الكبير وستاذ عمر الدردير تأسيمة قوية جدا بين لعبة الزمالك وتدريبات أهلية للوينش الوينش يا جماعة عنده مشكلة في ركبته بقالها فترة كبيرة جدا جدا وتحامل عليها ولعب لعب وهو مصاب مش مصاب يعني يعني كان بيقوي وبيحاول ان هو يبتعد عن العملية هو نفسه الوينش مش حابب ان هو يعمل عملية الغضروف دي لكن في النهاية شكلها كده يعني ممكن يعملها بقرار من الدكتور بموافقة الوينش نفسه وقد يبتعد عن الملاعب وعن المطشاط اللي جاية بالنسبة لنادي الزمالك طبعا غياب الوينش غياب مؤثر جدا لانه لعيب مهم جدا في المنظومة الدفاعية دي نادي الزمالك الف مليون سلامة للوينش وربنا يا رب رجعه سالم غانم وينش من اللعيبة الرجالة اللعيبة اللي اعتمد عليها اللعيبة اللي ما بتساومش نادي الزمالك اللعيبة اللي بتقدر فضل الزمالك عليها ف ومتربي كويس جدا ومحترم ومؤدب وقليل الكلام وقليل التصريحات ومش مصير للجدل ده اللعيب اللي يكون مركز وكل الناس تحبه يعني طيب نروح كمان ليه عبدالله جمعة خد راحة هو ومحمد عبدالغاني من التدريبات الجماعية ده بسبب معاناته من الاصابة بكادمة في الرجبة ما عرفش كان عبدالله جمعة جات لأصابة في الرجبة خلال مباراة في مصابقة الدوري وعبدالله جمعة بيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بكادة دكتور محمد أسامة للتعافي من الاصابة وكمان فضل الجهاز الفاني منح محمد عبدالغاني راحة من تدريبات الجماعية على أنه شارج غدا في المران بشكل طبيعي وانتو عارفين محمد عبدالغاني كان وقع في أول اللقاء لوحده كده ومسك زي ما يكون مسك ركبيته كده أو حاجة وبعد كده قام وتحامل وكمل اللقاء حاب مستر فريد أن يديله راحة خصوصاً إحنا لسه عندنا وقت كبير شوية وقت كبير شوية عشان نلعب الاتحاد السكندري بسم الله ما شاء الله يعني الاتحاد هيلعب بكرة الاتحاد السكندري هيلعب بكرة وإحنا لعبنا الثلاث وبعد كده هنستنى الاتحاد ما يستريح له أربعة أيام وبعد كده احنا نلعب بقى كل ده فما كانش عشان كده ما كناش فاهمين ليه إحنا لعبنا بدري إيه سبب إن إحنا نلعب ثلاث مشارات في ست أيام الزمالك مش مزنوق وطالما في أيام أنا كاتحاد طالما أعطي للنادي الوقت المناسب إنه يلعب كرة بدل ما لعبتي تتصاب ما هي لعبت الزمالك دي هي لعبت مصر على فكرة لعبت الزمالك دي لعبت مصر فطالما ما فيش منطق للضغط أنا بضغط ليه مطشات يا جماعة أنا بضغط مطشات عشان فيه فرقة مشاركة في أفريقيا مثلا فيه فرقة مشاركة في كأس العالم ما عنديش وقت طيب طيب وبالتالي وبالتالي أنا بضغط الفرق اللي عندها مطشات كتير أنا خرجت من أفريقيا الضغط ليه معايا مش فاهم معايا طبعا واحد من اللعيبة الموهوبة جدا جدا عبدالله محمد يا جماعة لعب موليد الفين وثلاثة كان بيلعب مطش قدام فرقه وفريق الفين وثلاثة متصدر البطولة بطولة الفين وثلاثة بينفسه امبي في هذه البطولة عبدالله محمد من هدفين الكبار في البطولة ديت جات له إصابة روباط صليبي على معتقد غضروف وهيعمل عملية الفترة اللي جاية دي ويمكن كمان نادي زمالك مهتم بيلي إن موهبة فزة وموهبة كبيرة وإن شاء الله قريبا جدا هتلاقوه مع الفريق الأول بإذن الله بعد ما يعود من الإصابة بإذن واحد أحد كابتن عبدالله ازايك حبيبي؟ ازاي حرف يا كابتن أخبارك طميني عليك الحمد اللي خماني ايه اللي حصل على عبدالله جات لك الإصابة ازاي؟ قلنا بنلعب كابتن ماتش مع فاركو في الكندرية اه ومن غير أي حاجة نلعب واحد صدعا اه اشتراك عادي في الكورة من غير ما حد يخص عليها ولا أي حاجة راح اترك بيس بس ياه لفت بسبب الملعب بسبب الملعب بس حسيت بحاجة ساعتها عبدالله؟ أنا مقدرتش بزرعة كابتن وقعت حسيت إن في حاجة جوه ربيت يعني حسيت سمعت حاجة مثلا في جوه يعني أنت حسيت بحاجة اه حسيت إن في حاجة جوه خاصة اه اه طيب إما رحت عملت أشعة بقى اتقالك إيه؟ رحت عملت أشعة وقالوا لي قطع في الصليبي والغدروس كابتن أمير منصد أكلمني اه وقال لي وعادني يعني إن هو يعمل العملاء إنساء الله برا اه وقداني لكابتن دكتور محمد السامة اه وقال لي على استاذ حياك كده وقال لي جاذب صفورك عشان أن أعمل لك العملاء إن شاء الله إن شاء الله يعني ممكن تعملها في ألمانيا يعني قال لي ألمانيا أو دبي ما عرفش ألمانيا أو دبي المهم أهم حاجة في العملية مش البلد أهم حاجة في العملية الدكتور اه الدكتور أهم حاجة اللي يعمل لك العملية دي أول إصابة ليك عبدالله في حياتك ها؟ اه أول إصابة ألف مليون سلام عليك حبيبي وإن شاء الله ترجع لنا السنة الجاية كده بإذن الله يعني قدامك مثلا خمس سبت الشهور وترجع زي الفل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا كبتين إن شاء الله وكلام يعني أمير مرتضى يكلمك وأن الدكتور محمد أسامة يشوف الإشاعب نفسه وده اهتمام من الفريل أول بيك يعني إن شاء الله بإذن الله يعني أنا عايز أقول لك حاجة أنا شخصيا عرفت إصابتك دي من السوشيال ميديا يعني من كتر من ناس تكتب عنك وكابتن تامر عب حميد دونجا كتب عنك وأكتر من واحد كتب عنك وننزع لنا عشانك وعشان إصابتك ويعني بيقول لك شد حيلك وإن شاء الله بإذن الله ترجع أحسن من الأول بإذن واحد أحد إن شاء الله إن شاء الله شكرا كابتن عبدالله محمد لعب نادي الزمالك على فكرة اللعب ده جماعة لعيب حاوي يعني بيتقال من هو من الحواء يعني اللي موجودين زي كابتن حمد عبد لطيف كده طبعا مع الفارق يعني إن شاء الله نشوفه أحسن من كابتن حمد الفترة اللي جاي بإذن الله إن شاء الله طيب نروح ل رزاق سيسي وقناجم بيعملوا تدريبات خاصة وجاري حوالين الملعب تحت إشراف أحمد عبد المقصود اللي شرح ليهم بعض التعليمات الفنية بصوا جماعة عشان أكون حقاني منصف في ملف قناجم وسيسي جمهور الزمالك بيأمل إن أي لعيب من اللعيبة اللي موجودة يتقلق ويثبت ذاته وفريرا ما عندوش ضغينة ضد حد يعني هو ما جه ما يعرفش أونجم وما يعرفش رزاق وما كانش يعرف سيد نمار اللي لعب مبارح أساسي يعني هو الراجل بيشوف اللي بينفز له التعليمات في الملعب اللي بيقنعه داخل التدريب وبيحط تشكيله على هذا المنوال يعني ماتشين اللي فاتوا بنشوف رزاق مرة احتياطي بينزل خمس دقايق بيطلع بره التشكيل ونجم أكتر من مرة بيطلع بره التشكيل من الواضح إن هم لإلا ما بيتمرنوش بجدية بتعجب مستر فريرا لإلا لإما ما بينفزوش التعليمات الفنية أو التكتيكية داخل الملعب اللي بيطلبها منهم مستر فريرا إشعاد بتقتر عن إن هذا الموسم هيكون الموسم الأخير لأوناجم وهيعود لبلده والنادي الوداد وأيضا رزاق سيسي عنده كده رزاق عنده زي ما يكون إيه علاقة إنسانية مع الأستاذ محمد مصلحي لعب ثلاث سنين ونصف للتحاد السكندري وابتدت الإشعاد تطلع إنه هو جلس وقعد وتواصل مع الأستاذ محمد مصلحي عشان مع نهاية الموسم يعود مرة أخرى للتحاد السكندري من حقه أي لاعب إنه يتفاوض طالما فيه في الوقت المسموح به ومن حقه نادي الزمالك إنه يختار اللاعب اللي هيفيده السنة الجاية كرة القدم أصبحت كرة بلا عاطفة مفيش عواطف في الكرة زي ما يلاعب بيفضل نفسه وبيفضل قراراته ويمكن يضحي بالنادي اللي عمله أو بالجمهور اللي اللي كبره النادي النادي دايما لازم يبحث أيضا عن مصلحته وعن اللاعب اللي هيفيده على أرض الواقع كرة القدم أصبحت بلا عاطف وبلا مجملات كرة القدم أصبحت لمن يعطي داخل الملعب اللعيب اللي هيديني اللعيب اللي هيموت نفسه اللعيب اللي هيكون على قدر ومسؤولية نادي في قيمة نادي الزمالك هيكون متواجد داخل فريق نادي الزمالك في المواسم القادمة بإذن الله وإن شاء الله يكون نادي الزمالك عنده القدرة على اختيار اللاعب اللي يكون قد الفانيلا قد فانيلا النادي قد فانيلا الزمالك اللعب اللي هيكون قد الفانيلا هو ده اللي يخش ويلعب وتقاد أجر مقابل لعبه إن شاء الله بإذن الله نكون عندنا القدرة والعين الكويسة اللي تختار لنا لعيب مش مهري فقط لأ لازم يكون عنده السمات الشخصية اللي تخليه قادر نيلعب في فريق كبير وفريق بيلعب على بطولات ولازم يكون عنده التركيز والالتزام خارج الملعب أهم من داخل الملعب خارج الملعب أهم من داخل الملعب يمكن شوفنا لعيبة كتير مواهب فزة وقد تكون مواهب أفضل من محمد صلاح ولكن محمد صلاح أصبح محمد صلاح لأنه خارج الملعب أكثر التزاما من داخل الملعب يمكن محمد صلاح من اللعبة اللي ما بترجعش الدافع لكن مركز وعارف هو عايز إيه وعنده دوافع وعنده سمات شخصية بتخليه ينجح في أي مكان هو بيتواجد فيه طيب نروح لمران على سرعة رد الفعل حراس الزمالك أبو جبل وعواد أتمنى كمان الفترة اللي جاي عواد ياخد فرصة وابتحاد الكرة ابتدى الكلام يتقال إن إيهاب جلال خلاص هيرجع في كلامه وكلام ده كلام ده مش حقيقي وإيهاب جلال موجود مع منتخب مصر ومكمل وعنده مطش مع مازينبي رايح جاي هيخلص المطشين وبعد كده يدرب منتخب مصر والنهار ده لعبة البيراميز عملوله ممر شرفي يعني احتفاءا أو احتفالا بتواجده على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر كمان مصدر باتحاد الكرة كلام مهم بيقولك أحمد حسام الأقرب من التواجد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر يعني فيه كلام إن أحمد حسام ميدو ممكن يكون متواجد الفترة اللي جاية في تدريب منتخب مصر أحمد حسام مش أحمد حسام مش أحمد حسام مش ميدو مش أحمد حسام ميدو أحمد حسام الباكرايد بتاع نادي الزمالك هو طول عمره في الجهاز الفني مع الكابتن إهاب جلال يعني مرتبط به إنسانيا وفي الشغل وعلاقة قوية ما بينهم وسنوات من العمل مع الكابتن إهاب جلال فممكن يكون أحمد حسام موجود بقى نتمنى له التوفيق يا رب كابتن أحمد حسام من شخصيات الهادئة والمحترمة مع الكابتن محمد شوقي مع الكابتن عصام الحضري هما الاتنين دول هيكملوا مع الجهاز الطبي وكده كابتن واقل جمع خلاص راح هيحلل كاس العالم في قناة العربية وخلاص مدير الكورة تلغى من كل المنتخبات مفيش حاجة اسمه مدير كورة فيه واحد مدير إداري بيخلص كل حاجة مفيش مدير كورة لأن مدير كورة ده من وجهة نظري أهم بالنسبة للأندية للأندية هو يكون متواجد كل يوم وشوف مشاكل اللعيبة لكن منتخب بيتجمع كل يومين ثلاثة كل ثلاثة أربع شهور لا منطق ان يكون ليه مدير كورة يعني كمان كابتن عصام الفتاح بيقول الحكام المصريين مرشحين للتواجد في كأس العالم محمود عشور يعني مرشح ان يكون متواجد كحاكم فار ومحمود أبو الرجال كمساعد في كأس العالم حمد صلاح بيقول أنا حزين جدا لعدم التأهل وحزني ده هيستمر ولكن قررت التركيز مع ليفر بول وده اللي حصل النهاردة جماعة ليفر بول وصل رغم تعادله على أرضه 3-3 لكن استطاع انه يصعد بمجموع المباراتين وهيتقابل مع فيا ريال العمل المفاجأ وقطاح بماير منشن والنهاردة كمان أتلاتكو مادريد بيخرج ولم يستطع الفوز والتعادل السلبي بيؤهل منشستر سيتي عشان يتقابل في مباراة نهائي مبكر مع ريال مادريد دي كانت كل حاجة عندنا النهاردة جماعة بكرة بس عايز أقول لكم أن الخميس المقاولين العرب هيلعب مصر مقصة الساعة 9.5 وكل مقصة 9.5 وطلع الجيش هيلعب M.P. والبنك الأهلي هيلعب الاتحاد السكندري ويوم الجمعة غز المحلة مع الجونة وسيراميكا مع فيوتشر لغد الوقت زمالك بيتصدر الدوري العام بـ 32 نقطة من 14 مباراة يأتي من بعده الأهلي 31 نقطة من 12 مباراة وبيرامدس وبيرامدس 29 نقطة من 13 مباراة وفيوتشر سموحة 23 من 13 و19 نقطة لفيوتشر هو والمصر البورسعيدي من 13 مباراة الإسماعيلي مازال في المركز الأخير بـ 8 نقاط مصر المقصة 9 نقاط إستن كامباني 10 نقاط عشان كده ماشرات بكرة يا جماعة ماشرات مهمة جدا المقاولين ومصر المقصة المقاولين عنده 9 نقطة والمقاولين عنده 11 نقطة ومصر المقصة عنده 9 نقطة يعني الماتش ده بـ 6 نقط وطلع الجيش وإمبي ماتش مهم جدا للفرقتين برضه والبنك الأهلي والاتحاد السكندري غز المحلة والجونة برضه ماتش مهم جدا لغز المحلة اللي عنده أيضا 13 لعب عنده 11 نقطة يعني برضه صراع من أجل البقاء وطبعا الإسماعيلي كان مفروض يلعب الأسبوع دوت ولكن تم تأجيل لقاءه أمام المصري بسبب مشاركة المصري في الكونفدرالية نروح بقى لعيد ميلاد واحد من عزماء حراست المرمى في مصر الكابتن الكبير ونجم نادي الزمالك كابتن عادل المأمور طبعا النهاردة هو عيد ميلاده بنقوله كل سنة وانت طيبة كابتن عادل وربنا يحفظك ويحميك ويحفظ أسرتك ودايما بنتمنى لك السلامة ودايما بنكون سعداء بأي نجم أعطى لنادي الزمالك وحب نادي الزمالك وعشق نادي الزمالك كابتن عادل المأمور من الرموز الكبيرة اللي كانت موجودة في نهاية السبعينات والثمانينات كحارس مرمى مهم لمنتخب مصر والنادي الزمالك كل سنة طيب بعد الفاصل نستقبل لأستاذ عمر الدردير حفر اسمه ضمن سجلات أساطير فريق الكرة بنادي الزمالك كان حارسا أملاقا يزأر في مرمى ويدافع ببسالة عن العرين الأبيض عادل المأمور أحد أشهر حراس مرمى نادي الزمالك عبر تاريخه وواحد ممن سطروا تاريخا ذهبيا في مركز حراسة المرمى بالقلعة البيضاء المأمور ولد في الأول من يناير لعام 1955 وبدأ مسيرته الكروية مع نادي المياه بالعباسية إلى أن جاءت اللحظة الفارقة في مسيرته بالملاعب خلال مواجهة الزمالك في عام 1973 حيث أعجب مسؤول النادي الأبيض بإمكانياته الفنية الكبيرة وأعلنوا ضمه والتعاقد معه مقابل 2000 جنيه واستمرت رحلة الحارس الطائر عادل المأمور مع الزمالك منذ عام 1973 وحتى إعلانه اعتزال المستديرة في عام 1990 وسهم المأمور في تتويج الفارس الأبيض بعشرة ألقاب متنوعة بواقع ثلاثة ألقاب للدور الممتاز وأربعة بكأس مصر وبطول الدور أبطال إفريقيا مرتين بالإضافة إلى اللقب الأفرو أسيوي واتجه عادل المأمور إلى مجال تدريب حراس المرمى بعد إزدال الستار على مشواره داخل المستطيل الأخضر فقضى أعواما عديدة داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك كذلك في تدريب حراس مرمى الفريق الأول بالنادي كما خاض المأمور عدة تجارب تدريبية بالخليج أبرزها مع نادي الوحدة السعودي وبني ياس الإماراتي المأمور ارتبط اسمه على مدار أكثر من ربع قرن بنادي الزمالك لاعبا ومدربا ونال نصيب الأسد منه تافات أهازيك جماهير القلعة البيضاء العاشقة له ونال حبا وتقديرا هائلا من قبل أنصار ميت عقبة على مدار تاريخه ناصع البياض ويرجعنا لكم مرة أخرى يمكن أستاذ عمرو قدامه شوية كده تأخر في الطريق يمكن في حدثة ولا حاجة ربنا يشفي وعفية يعني مش هو اللي عمل حدثة يعني ممكن يكون الطريق مقفول بسبب ده فأتأخر شوية يمكن من شوية قلت لكم عيد ميلاد كابتن عادل مأمور أنا آسف هو مش عيد ميلاد كابتن عادل مأمور ده نجم من زمن فات كابتن عادل مأمور كان عيد ميلاده في أول يناير كل سنة هو طيب حبينا برضه نلقي الضوء على واحد من نجوم نادي الزمالك ونجوم الزمن الجميل عشان كده عملنا له تقرير مخصوص للكابتن عادل مأمور كتير من الأجيال الحالية لموضوع آخر وهو اتكلمت فيه في البداية جماعة موضوع التحكيم دائما فكرة المؤامرة الكونية والكلام الكبير اللي كان بيتقال على جمهور نادي الزمالك ثبتة بالدليل القاطع من لديه المؤامرة الكونية وثبتة بالدليل القاطع إن الزمالك لا يبحث أبدا إلا عن حقه وإن الزمالك عمره ما بيضغط على حكم ولا بيطلب حكم بعينه يحكمله وكل الحكام اللي حكمه لنادي الزمالك أخطأوا في حقه في مرات كثيرة جدا نادي الزمالك لم يحصل على الدورة العام إلا 13 مرة تقريبا تمام وال13 مرة دول أصحاب المؤامرة الكونية قالوا يعني منهم خمسة ستة بالحكام أو بإن فرق سبت لنا مطشاط يعني دائما لازم يكون فيه مؤامرة كونية يعني اللي بيتهم بيها جمهور نادي الزمالك عايز أقول الكلمة بس للناس اللي بتتفرج علي نادي الزمالك في نهاية القرن الماضي كان صاحب تسع بطولات ولم يحصل على نادي القرن رغم أنه كان الأكفر تتويجا بالبطولات والآن يحسب دائما من هو صاحب الأكثر بطولات البطولة التامنة البطولة التاسعة البطولة العشرة كان يسكر تايما رحين على البطولة الكام كنت أتمنى أن طالما هناك قرار من مصطفى فاهمي بأن نادي القرن يكون عن طريق النقط فالزمالك وهو البطل والأكثر تتويجا حصل على المركز التاني فأتمنى اللي عايز يبقى بطل فيقول أنا بطل عندي أربعين نقطة أنت أعمى أنت بطل ليه أصلا عنده أربعين نقطة طب وأنت أعمى الزمالك أنت التاني ليه عشان أنا عندي تسع بطولات يعني أنا دائما عايز كده بعد كده اللي عايز يتكلم يا جماعة أقول يا جماعة أنا نادي القرن ليه عم أنا عندي أربعين نقطة وإنت عمى الزمالك أنت طالع التاني ليه أنا عندي تسع بطولات منهم دور الأبطال الأكثر في دور الأبطال والأكثر في الأفرو أسياوي والأكثر في السوبر الأفريقي بس أنا عندي تسع بطولات بس البطل عنده أربعين نقطة تمام طب ودلوقتي إيه الأكثر تتويجا الأكثر تتويجا بالنقط هو اكثر تتويجا بالنقط انا اكثر تتويجا بالبطولات فدائما لابد ان يذكر وفكرة المؤامرة الكونية قلتها مرة واثنين وثلاثة اللي بيتهمك دايما او يتهم حكم بعينه انه هو زملكاوي انه بيعمل ده في مصلحة الزمالك انه شغال عشان مصلحة الزمالك فدائما تذكروا وتقولوا ان اللي حط نظام النقط كان عوضه مجلس ادارتك اللي جاي عوضه مجلس ادارتك عشان يعمل لمصلحتك دايما نفكروا كده فتقولوا دي بقى مش مؤامرة كونية بيقولك كده ايه دا اسمه تداره بمصالح ما يكون انا عوضه مجلس ادارة بتاعي انا هو اللي حطت النظام اللي خلناني بطل بالنقط وخلى البطل بالبطولات هو التاني فدائما تقولوا هي دي بقى المؤامرة الكونية الحقيقية بقى اللي انت تشك في واحد اتعين عوضه مجلس ادارة وعمل نظام غير سوي لصالح احنا دي اللي هو عوضه مجلس ادارة فيه فدايما تقول كده بيجي حد يقولك دا بيسيب ماتش دا النادي دا بيسيب لك الماتش دا الحكم دا بيجاملك دا انت اواخد 13 ضرب الجزاء دا انت اواخد معرفش ايه اقعد ذكره كده قوله المؤامرة الحقيقية اما يكون واحد عنده تداره بمصالح ويكون عوضه مجلس ادارة في نادي ويحط نظام يخلي واحد بطل بالنقط ويسيب البطل بالبطولات ويحطه التاني دايما فكروا كده نطلع لفاصل نطلع للمؤتمر الصحفي للحكام ونرجع بعد الفاصل نستقبل ان شاء الله سيد عمر الدردير يكون جاه بإذن الله يلا بنا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية برحب بكم جميعا في اتحاد الكورة وبشكركم على تباقدكم وكل سواء طيبين يمكن اتحاد الكورة الحقيقة بيولي اهمية خاصة بالتحكيم المصري ويمكن من يوم ما تم تكليفه بادارة التحكيم في مصر طلب مني وضع خطة تموحة لتطوير التحكيم بشكل جيد وفعلا تم تقديم خطة لمجلس الادارة وتم الموافقة عليها وفعلا بدأنا منذ شهر تقريبا في تنفيذ هذه الخطة بالنسبة لتقنية الفار كان عندنا بعض المشاكل في استخدامها نتيجة لان التدريب على تقنية الفار ما كانش بالشكل اليناسب هذه التقنية فبدأنا نعمل دورات مكسفة بخبراء بصريين ثم عملنا دورة منذ عشر أيام وجبنا أفضل محاضر في العالم وهو مايك دير روزيت وهو المسؤول الأول على التقنية في العالم والحقيقة استفدنا منها بشكل كبير جدا في خلال مباراة الدورة السابقة ووضح فعلا أن احنا هذه الدورة فعلا ساهمت بشكل كبير في تحسن ملحوظ في استخدام تقنية الفار بالنسبة للحكام بالنسبة للتحليل الفني لأداء الحكام البعض كد يقول هل الحكام اللي مثلا عملوا أخطاء في المباريات هل بيتمم حسبتهم أكيد طبعا بيتمم حسبتهم بنعمل تحليل فني هنا في هذه القاعة اللي حضراتكم موجودين فيها وبنسمع أهراء الحكم في الحالات التحكمية في مبارياته وبنشوف الأخطاء هل سببها كان نتيجة الإهمال نتيجة لعدم تمركز وهنا بنبدأ نعالج هذه الأخطاء وبيكون هناك حساب لأي حكم أخطاءه أصارت على نتيجة المبارياته إن البعض بيقول إن الحكام ما بيتحاسبوش هذا عالي تماما من الصحة بالعكس الحكام بيتحاسبو ولكن ما بنعلنش عن عقوبة الحكام ولكن بتشوف أنت من خلال مباراة الدوري إنهم مش متواكل يا سمع فتاحة لديهم كم أسبوع ما بيحكمش آه ممكن بسبب المباراة الأخيرة اللي عبها في الدوري وعمل خطأ معين ممكن يكون أصر على نتيجة المباراة على فكر أنا في ناس يعتبروا معهم هذه الرخصة إنهم كانوا محاضرين في الفيفا محاضرين كون وإحنا قلنا إحنا مش ضد أي حد ومش ضد الرأي والرأي الآخر ولكن على الأقل يبقى فيه شيء مقنم عشان نقدر نسدى لأن أنت ده ما حدك قلت في سؤالك إن أنا بحب الحكام ده آه بخرها سمع فتاح آه بحبه آه يعني فيها بعض الهوى برضو عشان أكون منصف ولكن عاوزين شوية نشتغل علمي عاوزين نشتغل بالمنطق مش عاوزين نزلم حد أماكن لسه ممكن يكون عندنا فار يكون عندنا حكم مساعد مازال ولكن إن شاء الله هتكون موجود هي الشروط بسيطة جدا إن إحنا هنعمل دورة وهنجيب ناس محايدين خالص مش مننا هم اللي هيدو هذي الدورة وفي النهاية هيعملوا يعني اختبارات على الناس دي هل هي فعلا تستحق أنها يحللوا هذه في التلفية ويرجعنا لكم مرة أخرى وسريعا معايا طبعا الصحفي والناقض ريادة الكبيرة سيد عمر الدردير سيد عمر مساء الخير يا كابتن خالد ومساء الخير لجمهور الزمال كالعظيم في كل مكان اتخارت أنت النهاردة قدامنا عشر دي بالزبط علش طيب مبدأ تكافؤ الفرص موجودا لا مبدأ تكافؤ الفرص بنسمع عنه كلام فقط يا كابتن خالد مبدأ تكافؤ الفرص ما شفناهوش ودايما يجي عند الزمالك ما بيبقاش فيه مبدأ تكافؤ الفرص يعني لما الزمالك يلعب ثلاث مباراة في ست يام أو في سبوع ده طبعا ضغط المباراة صعب جدا يمكن نوه عنه فريرة في المؤتمر الصحفي وقال ان الضغط المباراة ده صعب جدا لكن غيرك المنافس بياخد أوقات طويلة جدا يعني مثلا الناد الأهلي هيلعب مباراة مهمة محدش يقدر يقوله انه مش هو مع الرجاء المغرب البيضاوي طبعا فريق كبير وعظيم الرجاء البيضاوي مباراة صعبة لكن اني أدي له راحة أسبوع قبلها وأسبوع بعدها ده كتير جدا يعني احنا اتفقنا في بداية الدوري طلعت بعض التصريحات اني فيه تكافؤ فرص بين الجميع واني اي فريق هيلعب في افريقيا ما يطلبش مننا اكتر من ثلاثة يام او اربعة يام قبل المطش فقط الكلام ضير يعني انا مش عايز يعني اتمنى ان نبدأ بنظام وانا انتهي بنفس النظام كده يا سيد عمر المعايير توبقى حدك انت اديت للاندية اللي مكملة في البطولة راحة عشان عندهم ماتشات طب بتضغطني ليه رحلت ماتش الزمك ليه وضغطت انت بتضغطني ليه بقى طب انت كنت عامل ده كنت عامل اليوم ده للزمالك انه كده كده هيلعب ماتش في افريقيا فهو ما سعطش طب اتغير اليوم بقى زي ما اجلت هنا ومش كده بس خليها بعديها بيومين مش كده وبس يا كابتل خالد كمان الاسبوع هبدأ يوم الخميس لعبت الزمكة الثلاث طب ليه اضغطه طب كنت لعبته حتى في معاده الخميس مع بقية الفرق فرق الاسبوع او الجمعة الخميس وجمعة هبدأ لعبه طب كنت لعبته خميس وجمعة لكن ضغطوا ليه الثلاث قبلها يعني حاجة غريبة جدا في حين انك انت فكرت في غيره وفي منافسيه وديتهم راحة طب ما فكرتش ليه في ده برضه وده برضه فريق عندك يعني اقصد طالما بدأت حرك والعب في الجدول يبقى غير هنا وغير هنا وغير هنا بنفس المعايير يعني مهم جدا المعايير تبقى واحدة علشان خاطر بطولة الدولة تطلع بطولة محترمة كلنا نقول الكسبان مبروك ايه رأيك في كمية الضغط اللي على الحكام الحكام عندهم مشاكل يعني خلينا مبدئيا نتفق ان الحكام عندهم مشاكل كبيرة جدا جدا خلينا نتفق ان التحكيم في الأسابيع الأخيرة سيء جدا 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 لازم نقوم متفقين على ده لكن اني اضغط على الحكام وبعدين يعني ما ينفعش بقى أنا كل الأندية بتشتكي مننا وانا اللي اطلع اقول ده انا بشتكي من الحكام يا جماعة ما ينفعش كده يعني 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 مش مفهومة يعني مش مفهومة يعني زمالك عنده ظلم بيّن للتحكيم زمالك عنده ركلة جزاء في الدقيقة 95 لإمام عشور ولا مرت مرور الكرام محدش يتكلم عليها أصلا ولا كأنها حصلت وحكم الفار اللي هو بيجبوه اللي عمل مشكلة قبل كاف ماتش سموحة هو هو ميدو سلامة ميدو ايه؟ سلامة ميدو سلامة هو هو ميدو سلامة اللي عمل مشكلة قبل كاف هو هو نفس المشكلة التالي لا وبسم الله ما شاء الله الطرد ورابعد على طول الوينش طرد أشتب بنشالقي طرد طرد يعني الحكام حتى محمد عادل الضغط وقعدوا ضغطوا عليه ضغط جديد شفت في ماتشال دا كان كل القرارات عكسية ضد الزمالك من الضغوط اللي عليه يا جماعة التحكيم ما ينفعش يمشي بالطريقة دي انا شايف ان الحكام لابد ان يقفوا ووقفة مع نفسهم محتاجين لو يعني رئيس اللجنة انا بحبه كابتن عصام عفتاحهم من الشخصات الكويسة لكن لازم لازم عايزين نحس بالتغيير عايزين نحس ان الحكام شخصيتهم قوية في الملعب فاكر فاكر السنة اللي فاتت اما الزمالك خدت دوري فراح موحد مطلع اشاعة قالك عصام عفتاح قالك الفر خدم الزمالك فاكر فمعرفش كان عنده محاضرة مع الحكام التوانسة طيب ما دلوقتي كابتن عصام عفتاح هو الرئيس اهو دلوقتي اه يا عصام عاص دي اه خدم الزمالك في ايضا بالعكس الفر يعني بقولك السنة اللي فاتت كان بيتقال كده وانهم بيستشهدوا بالكابتن عصام عفتاح يعني انو الراجل يعني شايف ان فيه ظلم بين يعني الادهة من كده بقى كابتن استاذ عمر كنت بتكلم فيها في بداية عندك عضو في الجهاز الفني الطرد واحد الطرد اه طرائف وعجائب اقسم بالله المرائب هو ليه مطلعش برا الملعب اصلا مش لقيني المفتاح يا كابتن خالد انا انت متخيل ده مبدايا عايز اتكلم في حاجة مهمة جدا طرد السنة اللي فاتت شكابالا لما عمل خطأ ايا كان خطأ صحيح او غلط اه بعد اقل من ساعات لقينا فيه قرار ضد شكابالا صحيح صحيح ليه القرارات ضد الزمالك بتطلع بسرعة الساروخ اه وليه القرارات ضد المنافسين بتنام وتنام نوم عميق يعني مثلا على سبيل المثال مدير الكرة في النادي المنافس اه خد طرد اه ومعرفش تلسم علاح الحاكم قال ايه الله اعلم ايه وeil الحوار الدار بينهم بس اكيد حوار ادى الى طرد يبقى اكيد غير مقبولة للحكام حاجة غير مقبولة للحكم فطالما قلت حاجة غير مقبولة للحكم واشهر لك البطاقة الحمراء شقفة بيه انك تخرج برا لكن اني كمان يبقى في مجملة مين مرائب المباراة Without disabilities مين الحكم الرابع مين الحكم الرابع parle Flev general من الحكم نفسه ليه ساب المحمود عشور ليه ساب لا ينفسش طرج بتاعه لا يستقنى في اللقاء الا بعد خروج المطروض من الملعب انا اللي ما استقربه جدا ان محمود عشور بعد ده كله هو رايح حكم في كاس العالم يا جماعة ما ينفعش يعني انت رايح كاس عالم ما ينفعش تبقى عندك غلطة زي كده ما ينفعش مش مقاعد اسألوا لي يا جماعة في التليفون كابتين يا سعب رقوف لو واحد اضطرد من الجهاز الفني او من اللعيبة لا يستقنى في اللقاء الا بخروجه من الملعب ولا لا يعني تنكدولي من كابتين يا سر انا بقول يعني نعرف يعني هما لقولها حجة وكتبوا في التقرير خلوا التقرير يتكتب فيه انه والله ما لقناش المفتاح يعني عزر اقبح من زمن يعني لمواهز عزر اقبح يعني ما لقناش المفتاح انا مالي مفاجأ المفاجأ الماتش اللي جاي احتمال الاهل ما لعبش مع الرجاء قولي ليه مش لقيني المفتاح لغاية دلوقتي اللعبة موجودة في الاستاد لغاية دلوقتي ومش عارفين يطلعوا لأن المفتاح مش موجود المفتاح مش موجودة اللي خد المفتاح راح بيه المغرب هو كيلوش يا جماعة اما اتطرد من بكالي جسامة طلع برا الملعب طبعا طلع برا الملعب طبعا كان فيه مفتاح المفتاح كان ساعتها لقوه 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 المفتاح اه المفتاح ده متحرك ممكن يلاقوه ممكن يضيع لكن انا عايز اقول ان ده اصلا يبوص شكل المسابقة انا بتكلم يعني بكابت ناسر قال لنا هو كلمنا لا يستقنى في اللقاء الا بخروج المطرود ويطلع المدرجات ويكون برا الملعب تماما طب الحكم ما عملش كده دي سؤال محمود عشور الحكم المحترم الجميل اللي هو راح كاس عالم ما عملش كده دي نطلع بقى من الموضوع ده ازاي نطلع من الموضوع ده ازاي نكتب ايه ده يبانت في التليفزيون يا جماعة ده 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 بينا في التليفزيون ومشورة على سوشيا الميديا ملقناش المفتاح اه لا لا التقرير المرائب اصلي ملقناش المفتاح في الطريق في حاجة اسمها كده طب يعني ده ايه طب ما تيجي اقولك حاجة طب فين العقوبة بلاش طب خلاص سيبك من المفتاح وسيبك فين العقوبة العقوبات عزي ماك بتطلع بعد عام لا بعد ثلاث ساعات من المبارب لا انا عرفت العقوبة فينها العقوبة هيعقبه الراجل اللي كان معا المفتاح اه اكيد طب الراجل اللي هو كان معا المفتاح ومكانش موجود قرح يشتري حاجة دقائما فهيعقبوه انا انا رأي هياخدوا منه المفتاح يجب لازم تعاقب الحكم لازم تعاقب المراقب لازم تعاقب vid المفتاح المفتاح نفسه لازم يتعاقب اه بالزبط والله حاجات دكت اه يعني احنا بجد في في مهزلة يعني دي مهزلة يعني دايما نقولك الخطة مين مفاتيح اللعب يعني دايما نقولك في المباراة مين مفاتيح اللعب المفتاح اه فانت مش هتطلع بقى بره الخطة خالت تقولك لا المفتاح المفاتيح اللعب مع واحد اه 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 فأول مفتاح عندنا مشكلة في المفتاح اه هو ده المشكلة بتاعتنا بالزبط فطبعا ما ينفعش شكل الدوري المصري يطلع بالشكل ده مع كامل احترام من الجميع مع كامل احترام من الجميع اي لعب مصري ايا كان او او اداري مصري يضطرد لازم ننفذ التعليمات. تعليمات على الجميع. وانا اذكر قبل كده اه حصلت حاجة شبيهة مع مع طارق حامد. اه. وقامت الدنيا مع مع عددش. ايوما نطف فوق الاعلانات بتاعه وتقال لك ليه اه ازاي ومع شي اه. فيعني يا جماعة احنا عايزين معايير واحدة للجميع. اه. معايير واحد. ده مهم جدا عشان الدوري بتاعنا يبقى شكرا. طبعا انا اقول لك ايه الحل في الموضوع ده? المفتاح. لا. نسمع الفار بيقول ليه. نسمع الفار بيقول لي? اه. اه. يمكن الفار يمكن في الفار قاله مفتاح. يا كابتن يا كابتن خاد موضوع نسمع الفار بيقول ايه دي انا مش فاهمها يعني بجد مش مستقبل. طرافة عاجاة برضا. هل هل ده ده موجود في الانديت العالم بيحصلتك? اه جارديولا 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 نادي مانشستر سيتي قال لك عايزين نسمع الفار. انا بهذر يعني. ما لا ما اقول لحضرتك. هل ده موجود? ولا نيفربول ولا مانشستر سيتي. هل ده موجود? ولا اي نادي في العالم هيقول لا انا عايز اسمع الفار. يقول ايه. طب طب لو في حاجة عليك. اه. النادي التاني اسمع الفار? اه ما اكيد اكيد لو هتسمح لا هتسمح للناديين يسمح. اه انا ممكن اكلم من الستاذ محمد بالصلح دلوقتي اه اقول له في دي اربعة وتمانين ضربة الجزاء لليك. روح اسمع الفار اليه. ممكن اقول له كده برضو صح? بس تي هتعمل مشاكل كتير جدا. موضوع اسمع الفار ده يعمل مشاكل كتير جدا. وبعدين ده فيه نوع من عدم الثقة في الحكام والتحكيم. مم. فده برضو يعني ايه? يزود اللي هو ما بين الاندية وما بين التحكيم. مو كلام ده عمره ما يحصل. عمره ما يحصل. بس انت ما تكتبه وتقوله. ده معناه ان انت بتعمل ايه? ضغط. اه طب. ضغط جديد. ضغط على الحد. وانت عارف يعني تبيانات كتير يعني. بتطلع كتير. كل نص ساعة بيان. اه. لان انا لازم اخد البطولة غصبا عن اي حد. اه. اه. لا لا في اي حاجة خطأ ليا مش مهم. خطأ عليها لا اه هولع الدنيا واقومها. عشان لازم يبقى لازم يبقى فيه سبب للخسارة. لازم يكون فيه سبب لخسارة البطولة. لازم. اه اه. ويتقال دايما المؤامرة الكونية هي جمهور الزمالك يعني. اه 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 يتكلموا عن المؤامرة ومش المؤامرة. وهم اكتر ناس هم اكتر ناس بتكلموا عن المؤامرة أساسا دايما يتهموا جمهور زي ما كنت أصلي بيه نظرته المؤامرة عنده كبيرة نظرته المؤامرة كلها حاجات ملموسة كلنا بنشوفها كلها حاجات الناس كلها مستوعبة وشايفة وعارفة اللي بيحصل والنبي مش عايزين حرب البيانات دي اللي هي بتضغط على الحكام فتديك نتيجة يعني عكسية لمصلحتك ده مش هينفع رأيك في نادي زمالك وماتشة زمالك وفاركه ايه الأسباب ايه الأسباب الأداء ايه أسباب التعادل يعني أنا رأيي ضغط المباريات ده أثر على الزمالك وبعضين كمان الزمالك عنده سكواد كويس اللي هو الاربعتاشر لعب اللي بيلعبه لكن ما عداهم بيبقى في فرن ما انت عندك دلوقتي الوينش ما كانش بيلعب عندك أشرب بن شرقي ما كانش بيلعب عندك لعيبة فانت عندك اربعتاشر لعب تقريبا لما بيلعبه المستوى بيبقى كويس لكن لما بيطلع منهم واحدة واثنين 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 وثلاثة البدال مش على نفس المستوى فبالتالي الزمالك مستوى بيقل شوية فده اللي حصل يعني هم نجحوا بالضغط على الحكام اني أطرد مرة الوينش مرة أطرد أشرب بن شرقي المرة الثانية كانوا هيطرده يعني نقعد نطرد عشان نبوز الاسكواد ده عشان نوقع النتاعي حرام يعني أنا شايف ان شاء الله الفترة اللي جاي تحسنه ولازم نصبر على فريرة نازم نصبر على التاكتك اللي هو عايز ينفزه وان شاء الله للأفضل لا الزمالك أفضل يعني مؤكد اني أداء الزمالك والتاكتك والشغل اللي في الملعب لا أفضل بكتير يعني التنظيم في الملعب مختلف تماما سواء تنظيم الدباع والهجوم هاياخد وقت شوية لكن هو التنظيم أفضل بإذن الله لانه ما خده راحة كبيرة لعبه بيراميز لعبه ماشي كويس جدا طيب بالنسبة للتعيين كابتن يهاب جلالة مديرا فنال منتخب مصر أنا يعني مستغرب جدا 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 اني بعدما اتحاد الكورة كان بيتكلم على ان كروش يكمل ويستمر والكلام ده كله هو اللي رفض على فترة فجأة الأمور اتغيرت رفض ليه ده برضو سؤال مهم جدا ما هو كان موافق في البداية وبعدين اتحاد الكورة كان أعلم في البداية اني لسه المباراة فيها أمل والكلام ده كله فلازم اتجهز الفني يقعد هل معنى تعيين إهاب جلال اني خلاص المباراة ما بقاش فيها أمل معنى معنى الكلام ده للتحاد الكورة أنا بسأل التحاد الكورة يعني طبعا أنا عارف ده بس هما أعلنوا كده هذا عمر مش هنشتغل الناس هذا عمر فيش حاجة تتعاد يا كابتن خدر أنا عارف ده أنا عارف ده بس هما أعلنوا كده الأستاذ جمال علام أعلن ده فإحنا بنتكلم على تصريحاته وفقا لتصريحاته أنت أعلنت أني لا المباراة فيها أمل والإعادة والكلام ده كله وديت الناس أمل بيتقلع على فكرة اللي بيكتبه السوشال ميديا مفتاح وما فهاش كلام ده عاري تمام من الصحة وأن المسؤول عن خروج هو الحاكم الرابع اللي قصر والمرائب لو ما كتبش في تقريره يبقى الاتنين مقصرين يبقى الحاكم الرابع هو المفتاح بالصدر هو المفتاح لا هم بيهربوا من ده بيهربوا من ده وأنا مؤكد يعني مؤكد ما فيش حاجة طبيعية يتقولك واحد عايز يخرج طب افرد واحد يتغير وتعور وعايز يطلع بره أنا مندهش أنا مندهش أن الحاج عامر حسين غد دلوقتي ما اكتمعش وخذ القرارات ليه ده اللي أنا المندهش ليه يعني فين القرار يا حاج عامر فين القرار عايزين القرار أستاذ عامر نورتين وشرفتيني بسرعة كده انت لتأخرت كنا سعادات بوجودك معاه شكرا يا كابتن خالي شكرا يا أستاذ عامر الدردير وشكرا لكل مشاهديننا المحترمين بكرة حلقة جديدة إن شاء الله انت عارفين دايما بطلع معكم ثلاثة واربع وسأنا نكمل معكم الأسبوع ده خميس وجمعة عشان كابتن تريحي في العمرة فربنا رب يرجعه سالم غانم ويدعينا كده في العمرة يا رب إن شاء الله وربنا يتقبل عمرته بإذن الله وكل الناس في العمرة وربنا اكتبهانا يا رب وربنا تزباري جير اشتركوا في القناة